حلقة النهاردة يا شباب هنتكلم فيها عن شوية مشاكل كده احنا بنفكر فيها علشان نكسب من النت وطبعا الحاجات دي انا مش هنصحك ان انت تعملها لان 90% من اللي بيفكروا في الكلام ده هم الناس اللي بتفشل من اول مرة ومش بتكسب فعلا ولا سنت من على الانترنت مع العلم ان المكسب من الانترنت حاجة مضمونة جدا والمفروض تبقى سهلة يعني بس احنا في شوية المشاكل اللي بنعملها دي لازم هنفشل تبقى معا الفيديو ده علشان تعرف انا اصدق ايه وعلى فكرة الفيديو ده عبارة عن شوية نصيح مهمة جدا علشان تقدر تكمل فعلا على الانترنت وبمكاسب محترمة هشوفكم بعد الانترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جمال من قناتكم تشتري اي جي المصري النهاردة هنتكلم زي معرفنا في الاول عن شوية حاجات كده احنا فاهمنها غلط في حتة ان احنا نكسب فلوس من انترنت والكلام ده ايه هي الحاجات دي وهنستفيد ايه يعني لما تعرفها اول حاجة انت لو ما تعرفش الحاجات دي هتقع فيها بسهولة جدا اول حاجة لو انت مش هتعرف الحاجات دي هتفضل واقف لحد ما يجي لك الوقت ان انت تفهمها وتقدر بعدها تكمل اول حاجة بلاش فكرة ان الشغل على الانترنت حاجة سهلة على فكرة يا شباب في اوقات معينة الشغل بيبقى على الانترنت اصعب من الشغل في الحياة الفعلية هنفهمها انت على الانترنت منافستك عالمية انت بتبقى مع منافسة مع كل العالم ونفسة مع كل اللي حاول يشتغل في المجال بتاعك فلازم يبقى انت فاهم كويس او شغلك علشان شغلك اونلاين غير شغلك في شركة او شغلك في محل فخليك فاهم الفكرة دي ولازم تفضل فاكر كلامي ده كويس علشان ده اساس العمل على الانترنت بصراحة في بعض الناس فاقة معينة كده مننا متخيلة ان اي حد فينا كده مخبله موقع بجرد ما وسجل فيه كسب له كامو خمسين مليار وبقى خلص اغنى واحد في العالم الكلام ده كدب مفيش موقع مفيش طريقة هتخليك تكسب كامو خمسين الف في ساعتين تلاتة زي ما الناس بتكتب في عنوانهم وانا بالتحديد ما برداش اعمل حاجة زي ايدي انا حتى لما بكتب عنوان بيكون طبيعي ووقعي جدا علشان انا مش محتاج ان حد يجي يسمع الفيديو بتاعي وهو اصلا بيفكر في التفكير ده لان هو كده كده هيفشل فما مش عايز بانا السبب ان هو كمان يبقى فاشل اكتر زي انا من هو فيه يعني فخلينا على نور مفيش موقع يا شباب نقدر نسجل فيه نكسب منه كام الف الكلام ده ما هو الا كدب مفيش اقسم بالله ما فيه اي حاجة كده وما فيش اي اسلوب في العالم يخليك تكسب كام الف في ساعة ولا ساعتين الا بالاستمرارية وان انت يكون عاد عليك فترة كبيرة جدا في نفس المجال فكده تقدر تكسب المبالغ دي فعلا وهتقدر تعمل كده في ملحوظة برضو حابب اتكلم فيها مفيش مشكلة من الفشل لو انت فشلت الفاول الطريق دي مش نهاية الطريق على فكرة بالعكس انت كده في الطريق الصح لان انت لما هتفشل فاول الطريق هتكمل انا عارف ان انت هتكمل فلما تفشل فاول الطريق وتكمل احسن ما تفشل في اخره وتقف مفيش مشكلة تمن انت عندك روح استمرارية وروح مصابرة مفيش مشكلة تمن انت بترضي ضميرك وترضي ربك في المعلومة اللي انت بتقدمها وفي الحاجة اللي انت بتعملها مفيش مشكلة طول ما انت عايز توصل لهدفك هتوصله كتير جدا من الناس اللي انا بتكلم معاها في الربح من الانترنت بيقولي اللي لوقت مهم بالنسبة لهم انا عايز ادخل النهاردة يبقى معايا مبلغ بكرة مثلا سيمية دولار كلام من ده لأ فيش حاجة كده مبصش للربح من الانترنت النهاردة انت بتعمل بزنس كامل عن نت انت رو فتحت محل هتشتغل النهاردة بسعر بكرة استحالة مفيش حاجة غير بالمتابعة والاستمرارية وان هي توصل لمرحلة معاناة من الشهرة فعلشان كده مفيش حاجة اسمها عامل وقت في الربح على الانترنت الربح على الانترنت يا شباب دايما احنا بنلعب على الحاجة اللي هي بعيدة شوية انا بالعب على العامل البعيد مش على حاجة اللي قدامي انا بحاول على قد مقدر ان انا اكسب في المستقبل اكتر ما بكسب دلوقت اه انت بتكسب دلوقت حاجات بس حاجات تفهة انا فعليا اول ما فتحت مدونة المصري تشتري ايجي دوت كوم كنت بكسب بس تمن الدومي يعني ما كنتش باخد منه ملين من جيبي حاليا فعليا بدأ الموقع انه يتطور ويجيب لي اكتر من كده فمفيش حاجة اسمها الوقت النهاردة عندي كذا بكرا يبقى مع ايا كذا فبعده هبقى بكذا لا الوقت دايما في صالحك انت الوقت لازم تستسمره كويس لازم تخلي وقتك منظم ان انت على قد ما تقدر تدي معلومات وتدي اللي انت تدي للمجال بتاعك اللي اهتمام الكافي علشان الوقت كده كده طول ما هو بيعدي طول ما انت متجه صح للمكان انت تكسب منه فعليا مبالغ كويسة كتير جدا من الناس اللي بلاقيها شغالة على الانترنت بتبقى الانة شوية من المكاسب ازاي اخد فلوسي الكلام ده الكلام ده شباب والله ما حد يزعل منه خالص بس الناس دي ناس عبيطة شوية لان معلش انا عارف ان انا افورت في الكلمة دي شوية بس هي دي الحقيقة لان انت لو خايف تدخل التجربة خليك في بيتك وما تفكرش ان انت تدخل التجربة كلمة ان انت جاي عشان تعمل مسلا بزنس اونلاين او عايز تكسب فلوس من على الانترنت ما تقلقش من الموضوع ده لانك كده كده هتكسب بس الموضوع محتاج شوية وقت وشوية تدريب شوية شغل كتير على نفسك فالفكرة كلها ان انت لازم تبقى مقتنع باللي انت هتعمله وما تعملش هاي حاجة انت مش مقتنع به طبعا كل اللي انا اتكلمت فيه ده مالوش اي ستين لازمة غير في حالات معينة ايه الحالات دي ان انت طبعا تكون سمعت الفيديوهات التانية اللي هتكلمت فيها عن الحاجات دي واساسيات اللي بهم الانترنت والكلام ده علشان تبقى عارف انت هتبشي الطريق بتاعك ازاي اهم حاجة في الكلام ده كله ان احنا لازم بصراحة نختار المجال بتاعنا بالطريقة اللي احنا حبينها ما تختارش مجال انت مش حبه علشان ما تفشلش فيه ما تختارش مجال تضيع فيه وقتك اختار المجال اللي انت تقدر تبني فيه نفسك وتقدر تكمل فيه بشكل احترافي ده حاجات اساسية لازم تعرفها فاتمنى ان انت تشوف الفيديوهات اللي فاتت علشان خاطر توصل للمستقى اللي انا بتكلم فيه لازم تشوف الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده عن الربحة في الانترنت واسيب لك الرابط بتاعتها في الديسكريبشن واكيد اتمنى ان انت تشترك بالقناة وما تنساش تفعل زر الجرس ولايك للفيديو يا شباب لو الفيديو والمحتوى بتاعي عجبكم وما تنسوش دايما انتو تعملونا شير عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اشتركوا في القناة